كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان انتخابات المجلس المحلي في الجمهورية الجديدة تصهم النقاشات في وضع رؤية وطريق للتمهيد للوصول إلى الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وتفتح التنسيقية النقاش حول هذا الموضوع الهم مع ضيوف من مختلف الطيارات السياسية لبحث الأطر المحددة لوضع تصور لإجراء الانتخابات القادمة يمكن احنا شفنا مشاهد برضو ديمقراطية كبيرة جدا ومتعددة جدا في البرلمان سواء في انتخابات مجلس النواب أو في انتخابات مجلس الشيوخ وكانت هناك قوائم توافقية يعني شارك فيها معظم الأحزاب السياسية والقوة السياسية الفاعلة في تلك الفترة وشفنا برلمان إلى حد ما هناك حالة من التنوع سواء كان أغلبية أو أقلية سواء كان مؤيدين أو معارضين في النهاية هناك حالة من التنوع ولكن فيه سؤال مهم جدا أن احنا مستعدون حقا لإجراء الانتخابات محلية ده سؤال مهم يعني يجب أن تهتم به الكتل والقوة والطائرات والأحزاب السياسية احنا بنتكلم في شقين مهمين الشقي فيما يخص الدستور النهاردة وأن احنا محتاجين حقيقة ألية احترافية بإخراج قانون لا يتخالف مع مواد الدستور ويبقى يديني مرونة النهاردة أننا نقدر أخرج بالشكل اللي احنا نأمله فيه المحليات عشان تقوم بدوره وده هرجع وأقول إن ده مهم جدا أن احنا نعول على أن احنا عندنا كفاءات في الشعب المصري شكرا